هؤلاء سيصدمون صدمة كبيرة عند ظهور الإمام المهدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند ظهور الإمام المهدي هناك طائفة هناك فئة معينة من الناس سوف تكون صدمتهم كبيرة وانتبه لا يشترط أن يكون هؤلاء الناس من المعارضين للمهدي لا يشترط أن يكون هؤلاء من أعداء المهدي بل أقول لكم إن ممن يؤيدون المهدي ويحبون الدين من الممكن أن تكون الصدمة عليهم كبيرة وإليكم التفاصيل كما قلت لكم هناك فئة من الناس سوف يصدمون صدمة كبيرة لظهور الإمام المهدي كما تعلمون الناس منقسمين إلى قسمين قسم ينكر فكرة الظهور وهؤلاء إما هو عدو للدين أو جاهل لا يخرج من بين هذين الاحتمالين وهناك طائفة أخرى تؤمن بظهور المهدي ووجود المهدي ولكن هم فهموا أو قيل لهم أو خدعوا أن هذه الأيام ليست من أيام الظهور هذه الفئة التي تعنينا في هذه الحلقة الفئة التي تؤمن بظهور أو بوجود الإمام المهدي ولكنها سوف تتفاجأ أن ظهوره في القريب العاجل عندما يحدث الظهور هؤلاء سوف تكون عليهم المفاجأة كبيرة وهم ينكرون علينا ويقولون أنت ليه مليين إيديكم كده نرد عليهم ونقول لأن معنا أدلة شرعية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهدنا وأسقطناها على الواقع ولكن نسألهم السؤال العكسي وإنت مالي إيدك كتير أوي ليه إن المهدي لن يظهر في هذه الأيام ما مصدر ثقتك نحن قلنا لك إننا نستند على أدلة شرعية اجتهدنا وأسقطناها على الواقع فوجدنا أننا في هذا الزمان أما أنت فما هو مصدر ثقتك الكبيرة أننا لسنا في أيام الظهور هكذا يكون الأمر الإمام المهدي عندما يظهر سوف تكون هناك مقدمات لظهوري لن يظهر فجأة ونكرر هذا الكلام للأهمية لن يظهر الإمام المهدي فجأة بل هناك مقدمات لظهور الإمام المهدي فانتبه لخطورة هذا الأمر المقدمات تحدث أمام أعيننا هذه المقدمات تحدث أن يتولى من الحكام سبعة من أبناء خليفة هذه أمارة ثم بعد ذلك الاضطرابات التي نشهدها هذه أمارة وأن يستعيذ عائز بالبيت فيقتل فيمكث الناس برها ثم يظهر العائز الثاني نحن أدركنا العائز الأول وننتظر العائز الثاني فهذه أمارة هذه أحاديث نحن نسقطها على الواقع أما من ينكر أن هذه الأيام هي أيام الخروج وهي أيام الظهور فنحن نواجه بالأدلة الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث معنا ويرد في المقابل بالإحساس ما ظنش أن هذه الأيام هي أيام الظهور وهي أيام الخروج وهذا الأمر من الخطأ لابد أنت كمسلم أيها المعترد على فكرة الظهور للإمام المهدي في هذه الأيام لابد لك أن تبني كلامك على الأحاديث وعلى الأدلة الشرعية الصحيحة حديث العائز الأول وننتظر ظهور العائز الثاني والحديث حديث صحيح لأننا نجد أن الناس في كلامهم لا يستندون على قال الله وقال الرسول وهذا أمر في غاية الخطورة عندما يظهر الإمام المهدي هذا الصنف من الناس وإن كان مؤيداً للإمام المهدي يخشى عليه من صدمة المفاجأة أن يكون من المكذبين للإمام المهدي ألم أقل لكم إن الأمر في غاية الأهمية هيئ نفسك إيمانياً لهذا الأمر ولا تكون واثقاً هذه الثقة الكبيرة أننا لسنا في أيام الظهور بل أقول لكم إننا في أيام الظهور الحاسمة وإن الأمر على وشك الظهور وإن غداً لناظره قريب ونحن في هذه الأيام المباركة لابد لنا أن نتجهز إيمانياً وأن نستعد إيمانياً لكي نكون من أتباع الإمام المهدي عليه السلام وسوف نخصص كلاماً بالتفصيل لهذا الأمر كيف نستعد لكي نكون من جنود الإمام المهدي المخلصين هذه الأيام أيام دعاء اجتهدوا في الدعاء أن يعجل الله بفرجه اجتهدوا بالدعاء أن ينصر الله الأمة اجتهدوا بالدعاء أن يكرم الله هذه الأمة وأن تعود لسابق مجدها ولسابق عزتها وأخيراً أيها المشكك لابد لك أن تبني أحكامك على الأدلة وعلى الأحاديث قال الله قال الرسول إذا أنت فعلت ذلك سوف تصل إلى الحق الذي لا مراء فيه أن المهدي على وشك الظهور بعز عزيز أو بذل زليل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سلام الله عليكم ورحمته وبركاته